المثال الأخير إن شاء الله احسب الكسر المولي لهيدروكسيد البوتاسيوم إذا تم إزابة 5 وتسعة من 10 جرام منه في 500 ملي ماء مقطع ثم احسب تركيزه الملاري إذا علمت أن كسفت الماء 1 جرام على الملي المعطيات النظام بيتكون من حكتين مية وهيدروكسيد البوتاسيوم المفروض أعرف عدد ملات المية وعدد ملات هيدروكسيد البوتاسيوم طب عدد ملات هيدروكسيد البوتاسيوم أحسب إزاي بدلالة عدد جرامات هيدروكسيد البوتاسيوم اللي هو 5 وتسعة من 10 يبقى عدد ملات هيدروكسيد البوتاسيوم يسوي عدد جرامات هيدروكسيد البوتاسيوم على الوزن الجزائي الجرامي لهيدروكسيد البوتاسيوم هيدروكسيد البوتاسيوم غمزه K و H K يعني بوتاسيوم و H يعني مجموعة هيدروكسيد الوزن الجزائي الهيدروكسيد البوتاسيوم عبارة عن مجموعة الأوزان الزرية للعناصر الدخلة في تكوين جزائي الهيدروكسيد البوتاسيوم يعني بتساوي 39 زائد 16 زائد 1 39 ده الوزن الزري للبوتاسيوم وال16 الوزن الزري للهوكسجين الواحد ده الوزن الزري للهيدروكسيد البوتاسيوم إذن عدد ملات هيدروكسيد البوتاسيوم بتساوي خمسة وتسعة من عشرة على مجموع تسعة وتلاتين زايد ستاشر زايد واحد بتساوي مية وخمسة من ألف مول طب عدد ملات الماء بيساوي كتلة الماء بالجرام على الوزن الجزائي الجرامي للمية بيساوي خمسمائة جرام ده كتلة الماء بالجرام على تمنتاشر ده الوزن الجزائي الجرامي للمية خمسمائة جرام لإنه خمسمائة ملي والملي بيساوي جرام بينما اللتر بيساوي كيلو جرام إذن عدد مولات الماء بيساوي 27.77% مول عدد المولات الكلية للنظام عبارة عن مجموعة عدد مولات المية وهيدروكسيد البوتاسيوم يعني بيساوي 27.77% زائد 105 من ألف بيساوي 27.875 من ألف مول إذن الكسر المولي الكسر المولي لهيدروكسيد البوتاسيوم بيساوي عدد مولات هيدروكسيد البوتاسيوم مقسوماً على عد المولات الكلية للنظام بيساوي 105 من ألف على 27 875 من ألف بيساوي تقريباً 376 من 100 ألف وملهوش وحدة قياس تركيز هيدروكسيدو بوتاسيوم بوحدة المولارية هو عبارة عن عدد مولات هيدروكسيدو بوتاسيوم مقسوماً على حجم المزيب باللتر عدد مولات هيدروكسيدو بوتاسيوم احنا كنا حسبنا 105 من ألف حجم المزيب باللتر اللي هو حجم المية اللي هما 500 ملي يعني بيساوي نص لتر 500 على 1000 بتساوي نص للتحويل من ملي اللتر إذن عدد مولات هيدروكسيد البوتاسيوم على حجم المزيب باللتر بيساوي 105 من 1000 على نص بتساوي 21 من 100 مول على اللتر